شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور والرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة فعليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات حيث أكد عشور أن منظمة التعليم العالي تشهد توسعا كبيرا بفعل عمي غير المسبوق من جانب قادة السياسية لاستعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجماعية لفتا إلى أهمية تقديم الجماعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولية